الأخوات السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته عمر حراوي رئيس مؤسسة العمل والتنمية بهولندا أولا نبغي نتطرق هذا الأمسية إن شاء الله بإذن الله للموضوع ديال شروط ديال الولوج إلى التراب الوطني إلى المغرب اللي يعني قدم به سيد الوزير ديال شؤون خارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم فمن ديال الشروط التي يلزم على أي مسافر من المغاربة العالم أو العالقين أن يخذ علىها هي أول شرط والشرط المهم هو الاختبار السلبي للكشف على فيروس كورونا اللي الآن مسمت بي سي ار التي لا يقل له زمنها 48 ساعة وكذا اختبار سيريولوجي تحليل مصلبة يعني هذه التحليل لا بد تكون قبل 48 ساعة قبل الولوج إلى الباخرة أو الطاهرة عند الوصول يتم إخداع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفورس كورونا بلفحوصات إضافية وتكميلية الشرط الثاني هو أن الإنسان يعني لا بد تحليل من خطوط الملكية المغربية أو العربية يعني الإخوة والأخوات لا تقطعوا هذه خطوط أخرى لأن الآن اللي مسمح لهم هو الخطوط المغربية الملكية و كاسمية والعربية يعني هذه تكون من الشرط وكذلك يعني المرسا السفن اللي بغي يمشي عن طريق الباخرة فإما يمشي عن طريق السات يعني مرساي مدينة مرساي بفرنسا أو جينوا بإيطاليا يعني هذا السفن يعني مشي درورة مشي لإسبانيا لأن الآن يعني حد الآن المجال البري يعني البحرين مغلوق فلابد إما تفوت على السات أو على إيطاليا فهذه يعني مجموعة المهمة قبل ما تسافر للمغرب لابد تأخذ هذه الشروط بعيد الاعتبار ومزيان عودتنك فإن تمشي للمغرب حاول ما أمكان تسو المدينة التي تكون فيها يعني الشروط ديالها بش الإنسان يتأقلم مع هذه الأجواء لأن المغرب عنده يعني القوانين ديال الصحة خاصة دياله الحمد لله لحد الآن يعني مقارنة مع الدول الأوروبية يعني المغرب دار وحد إنجاز كبير يعني يخفف من حالة الإصابات يعني هذا إنجاز كبير وكذلك من الوفيات يعني تقريب الآن المغرب من الدول يعني لحالة الوفيات يعني ما كتفوتش واحد ولا جز في المئة فهذا بحد ذات إنجاز فالإخوان الأخوات الأفاضيل والفضلايات الإنسان يأخذ هذه الشروط يعني على الإعتبار والإنسان يمكن المغرب يسوّل وشوح القوانين ديال المدينة أو ديال الجهة لأن كل منطقة وعندهم القانون ديالهم على حساب الإصابات وعلى حساب يعني على حساب الشروط والقوانين التي تخدمها فمن هذا المبارك نقول لكم اللي غدي يمشي سفر مبارك إن شاء الله ونطلب الله عز وجل يشافي الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته